صحيفة الانتباه ومنها نقرأ مجموعة مجهولة تنشط في تداول يومي بـ 400 مليار جنيه وتحدد سعر الدولار تتحكم مجموعة مجهولة غير معروفة سابقا في السوق الموازل الدولار في أزعاره وحجم التداول والشراء وتنشط في تداول يومي بـ 400 مليار جنيه وعاد سعر الدولار للصعود يوم اللحظة الماضي مجددا ووصل إلى 86.5 مقابل الجنيه والبيع بـ 87 جنيها بينما وصل سعره أمس إلى 87.5 جنيه والريال السعودي وصل إلى 23 جنيه والدرهم الإماراتي إلى 24 واليورو إلى 96 سيد الرحمن مجموعة مجهولة بدأت الآن تتحكم في سعر الدولار ويتم تداول هذا المبلغ الضخم أين الجهات التي كانت من المفترض أن تكون بالمرصاد لمثل هذه التحركات المريبة؟ أنت تعلم أنه على عهد النظام البيت وكذلك على عهد حكومة السورة تم تجربة الإجراءات الأمنية في مواجهة هؤلاء المتاجرين في العملة وسفت بالتجربة عن الإجراءاتها منهم؟ 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 أنت تعلم أن السوق فيه مجموعة تتحكم فيه منذ عهد النظام البيت كانوا يقولون أن هناك مجموعة وعددهم بالأسماء من 6 إلى 7 إلى 8 تجار هم الذين يتحكمون في الأسواق هم الذين يسيطرون على سعر الدولار ومعروفون للسلطات الأمنية؟ معروفون هم الذين يسيطرون على أسعار الدقيق هم الذين يسيطرون على أسعار الوقت وهكذا وهلهم مجر أو أسعار السمسوم وما إلى ذلك أنت تعلم أن هؤلاء المتاجرين والمرابين في العملة هذا الأمر ظهر أول مرة في السودان كان ذلك في العام 1978 كان ذلك أول تخفيض يحدث جنيه السودان ثم كان التخفيض الثاني في العام 1982 ثم كان بعد ذلك الحفل على الجرار بدأ التخفيض وتوالي خفض العملة على عهد الإنغاز الآن الإشكال الكبير أن الحكومة لا تملك احتياطي من النقد العجنبي في البنك المركدي هذا الاحتياطي مطلوب وضروري جدا لأنه متى ما ارتفعت الأسعار تتدخل السلطات مرة من بعد مرة وتعمل على خفض الأسعار الآن البنك المركز يفتقد هذا الاحتياطي ومن ثم فإنه ليس بوسعه أن يغزي أي طلبيات مطلوبة من العملات العجنبية ومن ثم فإن هؤلاء يجوون إلى السوق الموازي للحصول على بغيتهم وطلبتهم من النقد العجنبي أهل السوق الأسود يسمون بمجرد أن يرتفع السعر تسألهم من ما الذي رفع الأسعار يقولون أن هناك جهة معينة يسمونها لك بالاسم تطلب طلبية هذه الطلبية يدخل أهل السوق الموازي ومن ثم يوفرونها لها وهذا هو الذي يرفع الأسعار مرة من بعد طيب يعني السؤالي ما يزال قايم يعني لماذا تعجز السلطات الآن عن مواجهة مهلكة الدولار لماذا لا نرى أي إجراءات صارمة تجاه الذين ينشطون أنت الآن تعددهم بأصابع اليد لكن الخوف أيضا سعبد الرحمن بأن ما يظهرون في السوق الموازي ليس هم أصحاب المال وإنما الوكلة هل هذه إشكالية أيضا يمكن أن تواجه السلطة الأمنية طبعا أنت تعلم أن الذين يظهرون الآن في الأسواق على أنهم الوكلة وليس هم التجار الأصليين ولا الأساسيين التجار الأصليين يعيشون في بكانهم وفي الخفاء ومن ثم لا تستطيع السلطات أن تصل إليهم وحتى أن استطاعت السلطات أن تصل إليهم في أنهم قادرون على أن يبدلوا من ظروفهم ومن أحوالهم ومن تعاملاتهم مرة من بعد مرة ومن ثم في أن الإجراءات الأمنية تمثلوا عاملا إضافيا لتسبيت سعر العملة لكنها لن تمثلوا هي العاملة الأصلي ولا العاملة الأساسي في التقفيد التقفيد هذا يتطل باحتياطي الاحتياطي هذا أندو كان قد قال أننا نحتاج مليار إلى 2 مليار لتسبيت سعر العملة الوطنية وأنت تعلم كان كل الذي تم توفيره في وقت سابق نحو 500 مليون دولار هذه لن تسبت سعر العملة الحكومة الآن ليس بسعها أن توفر أي احتياطي من النقد الأجنبي قادر على تثبيتها الأسعار في السوق هذه واحدة الثانية أن الحكومة الآن تبدو عاجزة تماما من أن تفرض إجراءاتها لأن العيزة يحيط بها لأنها لم تتوفر بعد على احتياطي من النقد الأجنبي ومن ثم فإن هؤلاء التجار ينشطون ويسيطرون ويتسيدون الأسعار وبالتالي كيف سيصبح المشهد الآن نحن نرى أن الحكومة ما زالت بعيدة كل البعد عن ضبط سوق النقد الأجنبي هل نتوقع أن يمضي الدولار في سقفه العالي أم ربما تأتي منحة وتأتي قروض إلى الآن في الأفق لا تتبدأ فرص أن تحصل الحكومة على احتياطيات من النقد الأجنبي طبعا أنت تعلم أن أصدقاء سودان الذين كانوا قد عقدوا اجتماعهم مؤخرا كانوا قد أعلنوا أن مؤتمر المنحين سينعقد في أبريل المقبل إلى أبريل المقبل والحكومة عاجزة أن تؤفر احتياطي من النقد الأجنبي فإن الدولار سيمضي في متواليات تصاعدية قياسية يعني في ظل هذه التطورات هل يمكن أن نلمس أي إجراء حكومي حقيقي سواء كان من المخابرات أو من الأمن الاقتصادي أو من بنك السودان أو من وزارة المالية هل يمكن أن يكون هناك تحرك على الأقل يستجعر المواطن بأن هناك جهة حكومية مسؤولة أمام هذا التدهور المريع للأملة السودانية يمكن للإجراءات الأمنية أن تنشط يمكن للأجهزة الأمنية أن تعقب هؤلاء وأن تتابعهم لكنهم ما يلبسون أن يقيروا ويبدلوا من تعاملاتهم ويسهرون في المواقع ربما لا تقتل حتى على بالأجهزة الأمنية واضرب لك مثالا بالأصل أصلا تجارة العملة هذه أصحابها متمركزون خارج السودان ومن ثم فإذا ما تم محاصرة هؤلاء في التبادلات العلنية فإن التبادلات ستتم عبر الهواتف اتصالات من الخارج لوكلاء في الداخل أن تتم التبادلات هكذا عبر المهاتفات ومن ثم هذه الإجراءات في نهاية المطاف لن توفر حلا لتصاعد أسعار الدولار في مواجهة العملة والحل في امتلاء الخزينة بالعملة الصعبة بالتأكيد وإلى الآن ليست هناك في الأفق ما يشير إلى أن الحكومة بوسعها تحصل على احتياط من النقد العين يمثل وسادة النقدية تمكن من السيطرة على سعر العملات العين